بسم الله الرحمن الرحيم رايحين نتحدث ان شاء الله اليوم عن مشكلة نقع فيها اثناء تعاملنا مع طابعة التانك وتتلخص بالتالي لو فتحنا كفر هذه الطابعة منلاحظ ان بعض أنابيب الحبر فارغة من الحبر وبعضها فيها كمية من الحبر مقطعة طبعا هذا يعني انه فيه هواء صار فيه داخل أنابيب الحبر هذا المشكلة بالغالب لها سببين اما ممكن ترك الطابعة فترة طويلة او السبب الاخر الاكثر شيوعا انه اثناء اخراج الكارتريج من الطابعة لسبب معين سواء الاسود او الملون يجب علينا ان نقوم برفيع اغطية الحبر حتى نوقف دورة الحبر داخل الأنابيب بهذه الطريقة طبعا منلاحظونا حامل الحبر ما تحرك لوحده تعلمنا في فيديو سابق انه كيف نحرك حامل الحبر بالضغط على مفتاح الالغاء لمدة خمس ثواني خمس ثواني سوف يوقف في الجهة اليسرى مرة ثاني خمس ثواني سوف يوقف في الوسط فالنقطة المهمة انه قبل ما نخرج الكارتريج من الطابعة سواء الاسود او الملون لازم نفتح غطى الحبر حتى ايش دورة الحبر تتوقف طبعا منلاحظ لما فتحنا الغطى ما في اي حركة الحبر داخل داخل البيبات مجرد ما نسكر الغطاء منلاحظ حركة الحبر كيف رجع الحبر الان وهذا هو الخطأ منلاحظ الحبر الوردي الان اللي كان مليان بالحبر صار فارغ بسبب هذا الخطأ البسيط فملاحظ اذا دائرة الحبر مغلقة الحبر في الانابيب ما بتحرك اذا دائرة الحبر مفتوحة الحبر في الانابيب بتحرك وطبعا هذي حسب الخاصية الاسموزية طبعا احنا بنحتاج ان نخرج الحبر لأي سبب سواء اذا كان بحاجة لتبديل الكارتريج تالف او بننفحص الالوان تعته على ورق محارب او لا او لاجراء عملية التنظيف الو او لأي سبب اخر نرجحهم مكانهم نسكر الغطاء نسكر على الاحبار بعد ذلك بيكون باغلاق اغطية علب الاحبار فللتأكيد اذا بد اشيل الكارتريج من الطابعة اول شي بفتح اغطية علب الاحبار بعدين بقدر اشيل الكارتريج الان لما برجحهم مكانهم اول شي بغلق على الكارتريج بعدين بغلق اغطية علب الاحبار هذا الاجراء السليم حتى انابيب الحبر لا تفضى من الحبر ان شاء الله في الفيديو القادم سنتعلم كيف نعيد تعبئة انابيب الحبر باكثر من طريقة حتى نحل هذه المشكلة اذا حد عنده اي اضافة ما يبخل فيها علينا نلقاكم ان شاء الله في المرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة